أبطال إفريقيا واتنيننا سوبر واتنيننا برونز كاسعالم لكن قلت كلام المؤتمر الصحفي أو التصرحات اللي اتقالت في المؤتمر الصحفي سواء قبل أو بعد بتدينا كده رسالة ان اللي جاي ان شاء الله هيكون أفضل للنادي الأهلي طالما ان فيه تركيز جوه الملعب وعندنا مدرب هادي وفاهم وزاكي والشاطر بشكل كويس جدا طب ليه المدرب بتكلم عليه وقول زاكي والشاطر رغم ان احنا ما لعبناش لغاية دلوقتي إلا خمس مباريات اتنين دوري أبطال إفريقيا اتنين دوري عام مباراة تا السوبر بالمناسبة الخمس مباريات الحمد لله كلين شيت يعني خط الدفاع ابتدى الأمور تتزمت بالنسبة كبيرة رغم المدة الزمنية القصيرة اللي شغال فيها مارسل كورر ولكن الراجل حط بصمته في كذا نقطة واضحة قوي متولي ومحمد عبد المنعم سنائية ما حصلتش خلال السنتين اللي فاته أكيد الراجل دماغه فيها كورة لما يبدأ بتنين بالمواصفات دي دراجل عايز يبني الهجمة ومش أي فرقة عايزة تقلد فتبني هجمة فتبقى زي الأهل عشان تبني هجمة لازم خط الدفاعك يقدر يشيل بناء الهجمة وده متوفر في خط الدفاع الأهل عودة أكرم توفيق الراحة السلبية اللي خدها علي معلول الراحة السلبية أيضا والفترة اللي فاتت بالنسبة للمحمود متولي ومعام حمد عبد المنعم سهمت بشكل كبير ان خط الدفاع يبدأ بشكل مميز كمان ما ننساش حارس مصر الأول محمد الشنوي خد راحة سلبية باعد عن الضغوط الراحة دي كانت مهمة جدا وبالتالي أحدى الصفقات الأهلي محمد الشنوي أكرم توفيق محمود متولي هذه صفقات أضافت للأهلي بعد فترة الرحة السلبية اللي كنا دايما بالنادي بيها وقلنا يا جماعة الأهلي في آخر ست سنين أو آخر سبع سنين بيالعبة خمس ست نهايات فترة كبيرة جدا ومجهود كبير جدا اللعبة محتاجة راحة عشان تقدر يكون عندها دوافع للموسم اللي جاي ولكن ده اللي حصل قدر الآهل ياخد راحة سلبية وقدر يستعيد عدد من صفقات ولاعبيه القدامة ان يكونوا إضافات كبيرة جدا للأهلي في الفترة اللي جاية تطور مستوى طاهر محمد طاهر ده مش جاي من فراغ ده جاي من مدرب دماغه كلها كورة النقطة التانية والمهمة لو حد يركز على المتشاط اللي فاتت مرسل قرر كان بيبدأ بديانج وحمد فتحي والناس كلها بتسأل ليه بيبدأ بديانج وحمد فتحي وليه السولية كان بعيد انبارح لو ركزته في المباراة وخدت بالك من التحامات السولية والضغط اللي كان بيقوم به السولية في وسط الملعب ده اللي كان عايزه كولر من عمر السولية من أول ما تولى المسئولية وغياب ديانج قد فرصة للسولية انبارح انه يثبت للراجل إنه هو يقدر يقوم بالدور ده رغم أن السلية بيلعب في مركز تمانية مش مركز ستة اللي ممكن يقوم بيه ديانجو وفتحي لكن الراجل عايز السلية حتى هو في مركز تمانية يقوم بالدور ده الضغط، الالتحامات، إفساد الهجمات دي الأدوار اللي قام بها السلية مبارح وما كانش السلية بيقوم بالدور ده بنسبة كبيرة قبل كده لأنه كان دايماً بيسيب الأدوار دي لحمد فتحي وقاليو ديانجو هو بيشتغل على فكرة اللاعب مركز تمانية إنه يعمل سلوب باص يكمل الهجمة يكمل التسديد مع الفريق أو مع خط الهجوم كلام مهم جداً ممكن يتقال على لعبة النادي الأهلي ولكن الجزية الأهم الخاصة بلعبة النادي الأهلي واللي أنا قلته مبارح وكتبته حتى إن لعبة النادي الأهلي حست بالمسئولية الملقاة على عطقها في التوقيت الحالي هل تتخيلوا إن في كل غرفة كان فيه اتنين لعيبة ما كانش غير تليفون واحد بس اللي شغال في الغرفة يعني جرى العرف إن اتنين لعيبة في القوضة مثلاً في القوتيل فات كل واحد مع التليفون بتاعه لا كل قوضة كان فيها تليفون واحد بس اللي شغال وما كانتش تعليمات جهاز فني زي كانت من لعيبة نفسها اللعيبة حسب المسئولية وعايزة تسعيد جمهورها وعايزة تعود اللي فات فبالتالي تليفون واحد في كل قوضة الناس هتقولي تهت تليفون واحد ليه بخلاص بقى طالما هنقفل كله يقفل لا عشان التواصل فيه جروب بيبقى للعيبة على الواتس أب فبالتالي النهاردة جماعة ننزل التمرين لابسين أزرق النهاردة عنلبس تشيرتات في التمرين لابسين أحمر التجمع والساعة كذا عنتحرك الساعة كذا ده جروب بيبقى على الواتس أب فبالتالي التليفون ده كان مخصص بس عشان التجمع عشان التواصل ما بين اللعيبة والجهاز الفني الجزء الأخير قبل ما اطلع فاصل أحمد نبيل كوكا أحدث الوجوه اللي منضمها للمعسكر بعد ما كان موجود مع منتخب الأوليمبي في الفترة الأخيرة كان أول اللعيبة اللي أغلقت تليفونها عشان تركز في هذه المباراة وخرج من المعسكر أو خرج من القيمة لكن كان عشان مركز في المباراة أفل تليفونه ده إن دل على شيء بيدل إن اللعيبة كان عندها تحدي إصرار حاسة بالمسئولية عايزة تسعد جمهورها أخرج لفاصل وبعد الفاصل لسه عندي كواليس وأخبار مهمة جدا من معسكر الأهلي وهنتابع ما بعد بإذن الله فور الوصول البعثة كل الأخبار وكل اللقطات والكواليس الحصرية لعودة سوبر أبطال السوبر النادي الأهلي